السلام عليكم طلاب صف الرابع العلمي العزاء ورحمة الله وبركاته يوم محاضرتنا الجديدة عن تأثيرات التلوث وأحدها تأثيراته هو أثرها أثر التلوث في الانتخاب الطبيعي نفسه طلاب احنا شرحنا في محاضرات سابقة في الفصل السابق أن الانتخاب الطبيعي هو عبارة عن اختيار الطبيعة لأفراد معينين من نوع أو أنواع معينة كي تبقى في الطبيعة ليش لأنه هذه الأفراد المعينين اللي بقوا ذولهم ومرت عليهم ظروف بيئية قاسية جدا أو مرضية بحيث ذول استطاعوا أن يقاومون هذه الظروف البيئية القاسية أو الأمراض الخطرة وقدروا أنه يبقون مثل بقاء أنواع من التماسح لحد الآن رغم مضي ملايين السنين على وجودها على الكرة الأرضية إلا أنه بقت نتيجة مناعتها الجيدة وصفاتها اللي استلزمت بقائها على قيد الحياة إلى أحد هذا الوقت وأيضا بقاء الإنسان أحد الأنواع اللي بقت وكذلك بعض أنواع الطيور هنا يقصد أثر التلوث في هذا الانتخاب الطبيعي يقصد بأن رغبة الإنسان طلاب من دقدم الأصور بتسخير كل شيء في الطبيعة كل شيء في الطبيعة لصالح خدمة مصالحه أي استخدام بعض المواد الكيميائية للسيطرة على بعض الآفات الزراعية والآفات الزراعية يقصد بها الأمراض الزراعية يسيطر عليها حتى يزيد الإنتاج النباتي أو يزيد الإنتاج الحيواني عن طريق استخدام المكثف والغير المدروس للسلسلة من المبيدات أنتجت سلسلة من الكائنات الحياة مقاومة لهذه المواد الكيميائية أو المبيدات فسادت في البيئة مما تطلب زيادة الجرعة يعني هنا بعض المستنقعات في بعض دول العالم خصوصاً أمريكا اللاتينية كانت مليئة بالبعوض اللي ينقل للإنسان الملاريا وغيرها من الأمراض فقام الإنسان بمحاولة تسيطر على هذه البعوض بأنه رشلها المواد الكيميائية مثل مبيد دي دي تي مثل ما حدث في بحيرة كلير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1949 سنة 1949 استخدم في هذه الوقت الدي دي تي طبعاً بتركيز 14 جزء بالمليون لغرض السيطرة على شنو هذا البعوض بالفعل قتل 99% من البعوض لأنه لاحظه بعد سنتين أي عام 1951 رجع البعوض وبكثافة فأيضاً قام بزيادة الجرعة وتم أيضاً قتل 99% من البعوض ولكن هذه المرة ما قتل بعوض ما قتل بعوض فقط وأنما قتلت أعداد من الطيور بواسطة ماددة تي 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 ليش لأنه زدنا شنو جرع مالتها فأدت إلى قتلها طبعاً وأيضاً في هذه المرة أيضاً شنو كوننا بعوض أيضاً مقاوم لهذه وكلما أنتج بعوض مقاوم الإنسان يزيدها فأدت إلى تقلص أنواع الطيور الموجودة في نفس المنطقة ليش لأنه لاحظوا أن هذا المبيد دي دي تي أثر على مادة الكاليسيون الموجودة في قشرة البيوض مال هذه الطيور وبالتالي قللها فأصبحت قشرة البيوض رقيقة فعنده جلوس الأم على البيوض لحضنها أدى إلى تكسرها وموت الأجنة في داخلها أيضاً من المفارقات الثانية أنه هذا أدى إلى شنو قلل من البناء الضوئي في الهائمات النباتية الموجودة في الهائمات النباتية وأثر على مقدار الغذاء المتكون والأكسجين طلاب نحن نعرف أنه بالبيئة المائية تكون الطحالب والنباتات الخضراء في داخلها مهمة جداً لتكوين الأكسجين والغذاء للكائنات الحية الأخرى من قلل هذه الكائنات الحية أي قلل الأكسجين والغذاء وبالتالي تعتبر المياه ملوثة في هذه الحالة هنا تأثيرات الصناعة في البيئة طبعاً ماك تطور صناعي عالمي إلا ذائلة تأثيرات كبيرة في البيئة شين هي هذه التأثيرات اللي أنتجتها الصناعة أولاً استهلاك المستمر للمواد الداخلة في الصناعة يعني استنزفنا المواد الموجودة في القشرة الأرضية واللازمة لتوليد الطاقة اثنياً الفضلات اللي تخلفها الصناعة هذا ثاني تأثير ثلاثة أثر بعض المواد المصنعة في البيئة هنا عملية حفر المناجم واستخراج المعادن أدى إلى تأثيرات بيئية في تلك المناطق وما جاورها حيث شكلت مخلفات هذه المناجم مشكلة في تلك المناطق وأدى تصنيع الخامات إلى تخريب مساحات كبيرة من الأرض كما أدت مخلفات تصنيع المعادن إلى مضاعفة المشاكل فظاهر المعادن مثلاً مثل الزينك والنحاس وغيرها مصدر بارث للتلوث البيئي كما انتاج طبعاً النفط بالقرب من الشواطئ ينتج عنه خطر تسرب هذا المنتج اللي هو النفط وتخريب المياه والبيئة الأحيائية اللي فيها ومخلفات طبعاً معادن من مواد صلبة وكيميائية واشعائية أو مياه ملوثات ذات آثار سلبية كبيرة على الأحياء وأيضاً خلفتنا الغازات دقيقة والصغيرة والتي تؤثر بشكل كبير على ملوثات الهواء من أكثر مشاكل العصر الحالي هذه أنتج عنها طلاب أمراض الحساسية والربو وزادت وتدرن وغيرها نتيجة زيادة التلوث في مكونات الهواء وشكراً لكم وإلى المتابعة في حلقات أو محاضرات جديدة وأرجو مشاركة المحاضرة مع زملائكم كي تعم الفائدة